بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الكلاس ان شاء الله رح نتعرف على عنوان الانفينيت لمتز متى بتكون النهايات بتساوي ما لا نهاية بداية خلينا نستعرض رسمة y بتساوي 1 على x رح نشاهد انه اذا انا اقتربت من قيمة ال x بتساوي صفر عن اليمين يعني امتطي الدالة كده اقترب عيني على قيمة ال x تقترب من الصفر من اليمين وانا امتطي الدالة رح الاقي انه الدالة رح ترتفع بشكل كبير جدا للأعلى وبالتالي قيمة الدالة رح تقترب من المالة نهاية يبقى قيمة اللمت لواحد على x as x approaches 0 من اليمين بتساوي ما لا نهاية في حين اذا انا اقتربت من اللي هو ال x من ال x بتساوي الصفر من اليسار تمام رح اجد انه وامتطيت الدالة طبعا هنا رح اجد انه قيمة اللمت رح يكون اللي هو ماينس انفينيتي قيمة الدالة رح تقترب من السالب ما لا نهاية وبالتالي بتنزل بشكل كبير جدا الى الاسفل وبالتالي قيمة اللي هو اللمت بتساوي ماينس انفينيتي هذا من الرسم عن طريق اللي هو النوميركال اللي هو نومبرز رح نلاقي انه قيمة الصفر لو انا اقتربت منها من اليمين او اقتربت منها من اليسار اكيد رح يكون قيمة اللمت مختلفة صح هنا عندي ما لا نهاية هنا عندي ماينس ما لا نهاية طب شو يعني ما لا نهاية معناته كل ما انا اقتربت من الصفر من اليمين كل ما القيم زادت بشكل كبير جدا صح واحد عشر مية الف عشر تلاف وهكذا كل ما تقترب رح تكون القيم كبيرة جدا اما لما تقترب من قيمة الاكس بتساوي الصفر من اليسار رح تلاقي انه القيم تنخفض بشكل كبير جدا لانه هذه القيم تقترب من الماينس انفينيتي من السالب ما لا نهاية عشان كده هذه منسميها انفينيت لمت وهذا منسميه انفينيت لمت يبقى كتابة اللي هو الاكسبرشن متى انا بقول انه شفنا احنا كده الone sided limit تمام طيب نيجي للtwo sided limit متى انا بقدر اقول انه اللمت للف of x as x approaches a بتساوي موجب ما لا نهاية متى منقدر نقول هذا الكلام اذا كان اللمت من اليسار للف of x as x approaches a يساوي اللمت من اليمين للف of x as x approaches a يساوي ما لا نهاية يعني اللمت من اليسار يساوي اللمت من اليمين يساوي ما لا نهاية اذا الtwo sided limit بساوي ما لا نهاية طيب متى رح نقدر نقول انه الtwo sided limit هذا بساوي مينس انفينيتي اذا كان اللمت من اليسار بساوي اللمت من اليمين بساوي ماينس انفينيتي طيب خلينا نشوف الان اللي هو الاشكال اللي موجودة عندي هنا شو قيمة اللمت وبالتالي مثلا ف of x بتساوي واحد على x ناقص ال a الدالة الاصلية ف of x بتساوي واحد على x لما انا اغير على قيمة ال x اطرح منها a معناته عندي ازاحة بمقدار a تمام هنا لو انا سألت هل اللمت هنا عند x goes to a هل اللمت exist ولا does not exist رح تقول لي اللمت من اليمين يساوي ما لا نهاية اللمت من اليسار يساوي ما لا نهاية مدام اللمت من اليمين لا يساوي اللمت من اليسار اذا اللمت does not exist يبقى اللمت لا اللي هو as x approaches a للf of x does not exist لكن اللمت من اليمين انفينيتي اللمت من اليسار ماينس انفينيتي طيب ايش بصير لا الدال لf of x بتساوي واحد على x تربيع اذا انا حركتها الى اليمين بمقدار a بحيث انه الا موجب طبعا وبالتالي واحد على x ناقص a الكل تربيع هذه رسمتها كده عن اليمين كده عن اليسار اذا اقتربت من الا من اليمين رح نروح للمالة نهاية من الا من اليسار رح نروح برضو للمالة نهاية يبقى هنا الone sided limits are equal من اليمين بساوي من اليسار اذا اللمت as x approaches a للf of x اللي موجود عندي هنا هذه الf of x حقتنا رح يساوي اللي هو ما لا نهاية ليش كتبنا كده؟ لانه اللمت من اليمين بساوي اللمت من اليسار بساوي ما لا نهاية طيب هذه الدالة لما اضرب هذه في سالب رح يعطيني f of x بساوي سالب واحد على x ناقص a كده رسمتها تمام؟ اللمت من اليمين بساوي اللمت من اليمين بساوي minus infinity واللمت من اليسار بساوي plus infinity يبقى اللمت من اليمين لا يساوي اللمت من اليسار معناته اللمت لا as x approaches a للf of x اللي هو two sided limit does not exist واخيرا اذا ضربت هذه الدالة بسالب رح تصبح رسمتها للأسفل اللمت من اليمين يساوي اللمت من اليسار يساوي minus infinity سالب ما لا نهاية الدالة بتصير تقترب للأسفل أو بتنزل للأسفل بشكل كبير جدا اللي هو بيقربني من minus infinity وبالتالي قيمة اللمت هنا as x approaches a للf of x اللي موجودة عندي هذه هي f of x بساوي minus infinity هذه المفاهيم اللي مطلوبة مني في هذا الدرس اتمنى ان تكون الامور واضحة بالنسبة لكم يعطيكم الف عافية وبارك الله فيكم على المتابعة اشتركوا في القناة